أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة أعرب عن شكره وتقديره إلى أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمسؤولين في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على تهانيهم لسموه بمناسبة فوزه بالمركز الأول في منافسات بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي لمسافة 160 كم في مومبازيير بالجمهورية الفرنسية وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن ما تضمنته التهاني من مشاعر وكلمات فياضة تجاه ما حققه سموه من إنجاز متميز في بطولة العالم للقدرة هو محل اعتزاز وتقدير سموه وتؤكد على تعظم أواصر المحبة بين جميع أبناء البحرين وتعزز مسيرة الفرح بالإنجازات التي يحققها أبناء الوطن والوقوف إلى جانبهم في رحلتهم نحو تحقيق الذهب وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن تلك المشاعر الصادقة تمثل حافزا لمؤصلة العطاء والسير في طريق تحقيق الإنجازات الكبيرة التي ترفع اسم وعلم مملكة البحرين عاليا وتسلط الضوء على إنجازات أبنائها الرياضية والذين باتوا يتصدرون العالم ممتازل شكرا